الدولة المصرية تطبق هذا المنهج وديه في نموذج فريد أنا بقول حالك بمنتهى الصراحة الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بدأت تطبق نموذج يحتزى به فعليا بدأت حتى المواطن البسيط أو المثقف هو ليه أدفع مليارات في محطة معالجة مياه بحر البقر أو المحسمة أو الحمام الفترة الجاية وأنا عنده مياه في النيل لأنه في سنوات قليلة أو فترة قليلة سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا في هذا المورد المياه بش بسبب أي حاجة غير التغير المناخ ولا سد ولا قصة هي المسألة بتغير المناخي وتفع درجة حرط الأرض ومعدلات البخر وحاجة صعبة يعني بالتالي لازم يكون عندي مصدر بديل للمياه موجود وتحت تصرفي هذا المصدر بديل بيكلفني مليارات دلوقتي بس لازم أدفعهم دلوقتي لأن أدفعهم أضعاف هذا الرقم وساعتها يكون في مشكلة فعلية في المياه ويقضي نفس الغرض نفس الموضوع اللي بيحصل في محطات المعالجة اللي كلفت البلد مليارات هو في إنشاء محاور وطرق في كل مكان على سطح مصر كل مكان على أرض مصر هذا حالة مثال بسيط جدا حتى الناس يستوعبوا الكلام اللي بيقولوا في سنوات قليلة أربع خمس سنين فاتوا كان أربعة ملي مطر بينزلوا في الشتاء كان بيشيل للقاهرة تماما لأن شارع صلاح السلام كان فيه أنفاء يعلق الناس في الشوارع والتلاميذ والطلاب والدنيا تقف تماما وتشل دلوقتي لو نزل خمسين ملي مطر خمسين ملي ده رقم ضخم جدا لو نزلوا على القاهرة حركة السير هتستمر كما هي محدش بيفكر بالطريقة دي الدولة المصرية تتخذ الآن إجراءات آه إجراءات صعبة عليها وصعبة على الموازنة العامة ولكن تعلم جيدا أن لو لا هذه الإجراءات الآن هيترطب عليها مشكلة في المستقبل القريب جدا حتى مئات الألاف من الأفدنة اللي بيتم استصلحها في الصحراء حضرك عارف يعني هي استصلح في الصحراء يعني مزرح في الصخر في الملح الزراعة في الصحراء وحركة متابعة جيد بالمناسبة يعني بشكر حركة جدا لكل المشروعات الفحومية اللي بيتقوم بها الدولة وفخامة الرئيس يفتتح مشروع يترك بعده يعني يروح أول اليوم يفتتح المشروع أخر اليوم يرجع يسيب وراءه مئات الألاف من الأفدنة لرصيد الأجيال القادمة كل متر بيتم زراعته في مصر هو رصيد للبلد دي مش للجين الحالي لكل الأجيال اللي بتزرع بيتزرع بتشلمل على الدماغ فلما ضيف للركعة الزراعية مئات الألاف من الأفدنة وفترقهم لملايين أنا بزرق أصرف 9 مليون لما ضيف ملايين الأفدنة فأنا بتكلم على نسبة كبيرة من أراضي مصر التاريخية المتزرعة كل ده لصالح مين لصالح الناس